مرحبا بك سي محمد شكرا لك على قبول الدعوة مرحبا بك بكل مستمعي مزايمي كفام سي محمد بش نمشي مباشرة تنانا نحاول ننزربه شوية الآن الاعلان على نتائج الاولية البارح وكان موعد مهم الحقيقة وحنا نرى ننهني وليزي يظهر لي فهمت انه ليزي جاءتها لتهن البارح تقريبا من الشعب التونسي الكل كان وراء ليزي كان ثمن قرارات ليزي استقناليتها وكان فهم صعوبات ليزي ما كانش الوضع سهل كانش الوضع سهل هذا حقيقة باعتبار وكونه احنا تعودنا في كل مصار انتخابي خاصة قبل اللحظات الاخيرة من الاعلان نتائج نشوفه تعودنا بالاشاعات والشائعات وامس كانت تذكروا الرجل اللي صارت احنا وقتها في مجلس الهيئة ومنكبين على دراسة المسارة متاع الحملة الانتخابية والنظرف المخالفات الخطر القانون يفرض علينا الشيء هذيك وفي نفس الوقت نحب نأكد حاجة وكونه راه التأخير احنا ما نعتبروش هو تأخير خطر القانون مكننا من ثلاث ايام يجب أن نأخذوا حقنا ونأخذوا وقتنا هو كان عندكم وقت حتى البرح نصف الليلة وهو كذلك ولما جاءنا فيه الى الخطأ خطأ يمسألة بتاعتها تطبقات معناها يمسألة تقنية بحتة نعرف أن نقبل المحاضر تقريبا من هيئاتنا الفرعية الموجودة بالخارج من كامل تورا بالجمهورية تطبقات وهو كذلك كانت مسألة تقنية بحتة واخذينا وقتنا وصدرنا النتائج الأولية بدون أخطاء والحمل لله ضغوطات ضغوطات بتبعت الحالة الضغوطات حكينا عليها احنا الضغوطات عمل فقط حقيقة زغوطات عمل وكانت إجابة طيبة من الليزي ونتعاملوا مع مترشحين ما نتعاملوش مع أسماء هذا نحب نأكده لك نرياسر ونتعاملوا حقيقة مع مترشحين لكن جاءكم المقترح ويظهر لي بهي كان وصله للليزي أنه حتى إذا كان الهيئة تكون موجودة في مجلسها اللي نجم يدوم ساعتين وثلاثة واربعة مهم أنه واحد من الهيئة ولا ناطق رسمي باسمها يخرج من بعد سويعا ولا يخرج بعد سويعا ونص يقول رايل أمور تحت الرايل أمور معناها مضبوطة ورولة بيس ويقص يمكن هالشائعات هذه اللي معقول أنها تكون موجودة من بعد ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة سويع اجتماع للهيئة ولهذا مقترح ويمكن خطأ اتصالي خاصة في تحديد موعد الأعلان اللي إحنا محقا نصلنا على موعد الأعلان وهذه حقيقة يجب أن ناخذ وقتنا وينجب أن يكون خطأ متاع اتصال نجم أن تهدوه نحب نمشي معاك الآن إلى الطعون هل هناك مؤشرات أولى للطعون في الدور الأول إلى حد الآن ما ثماش طعون ما زال البقية اليوم وكذلك يوم الغد ننتظر الطعون على خطر الإعلان على موعد الدورة الثانية مرتبط بهذه الطعون والاحتمالات الثلاثة هي وردة وكونوا في صورة عدم موجود طعون باتباعة الحال الاحتمالي نجم يكون 29 سبتمبر الدورة الأولى وهذا زاد فيه إشكال كبير وفيه ضغط كبير ثم بعد حب فسروا حتى عالش نبدأوا بالتاريخ الأول نذكروا فقط أنه 29 سبتمبر في صورة عدم موجود طعون وإلا 6 أكتوبر و13 أكتوبر في صورة موجود طعون طور ابتدائي فقط وإلا الموعد اللي بعده اللي هو أقصىها 13 أكتوبر ووجود طعون إلى حدود الجلسة العامة المحكمة الإدارية وراء كذا واضح بالنسبة لتوين سأخذناها ثلاثة مرات وقالوا سفر لماذا سلحة القانون يفرض أن يكون في ظرفه 15 يوم من تاريخ الإعلان عن نتيجة النهائية شنو الضغط في بارابورت 29 سبتمبر 29 سبتمبر في الواقع علاش الضغط لأنه مسألة لوجستية بحتة نعطيك مثال الأعمال متع الطباعة متع الأوراق الارتخابية اللي هي تقريباً بمعدل 7 أيام وتكون 24 على 24 وفي نفس الوقت يزم التوزيحة في الخارج في 48 دولة ما أقلش من أسبوع تقريباً لكن لقائلاً أن يقول معناها الطعون قد لا تمس بالزلولانين وإلا ما نعرفوش لا ما نجموش ما نجموش نحن نبدو في أعمال الطباعة اللوجستية إلا ما يكون عندنا القرارات النهائية استوفاء وهو كذلك من جموش معناها حتى بالقانون من جموش معناها فيها اللوجستية صعبة صعبة جداً مش تخليلنا في ضغط كبير في التوزيع وفي الطباعة وهم يفتووا في نفس الوقت غضوة بيش نبدو في الطباعة بتاع الأوراق المخصة لانتخابات التشريعية معناها في ضغط كبير يس وخاصة معناها ما ننسوش الخارج خمسة قارات هذك علاش الأعمال اللوجستية أسبوع بالنسبة لي إمكانية بتاعة التزامن رأي كل واحدة فيها إيجابياتها وسلبيتها الحكاية بتاعة التزامن بتاعة ستة كتوب رأي هنا نحكو رأي مش على خيار رأي الزامية قانونية إذا كان ستة أكتوب ربما الأعمال اللوجستية بيش تكون أصعب لأنه مجارات زوز انتخابات مشنا متعودين عليها ومجارات زوز صناديق معناها بيش يتطلب تدعيم بشري تدعيم لوجستي وخاصة أنك تشوف أنت أيامات الفرز والتجميع قانون يعطينا ثلاثة أيام بيش تفرز زوز انتخابات وتجمع المحاضر تقريبا زد مسألة صعبة وصعبة جدا لكن يبدو أنه بالنسبة لبعض ومن محاسنه هو الترفيع في الأقبال يمكن الأقبال يمكن أن يكون الأقبال خير لكن لا يعني أن المشاركة في الرئاسية تكون خير زادة على حساب المرات خاطر لما جال إلى الخطأ ثم حتى ولو تكون معناها مبينة للتشريعية والرئاسية أسبوع كذلك رأي ما يش سهل علش على خطر أحنا نكملوا النتائج يوم الأربعة يوم الأربعة نكملوا النتائج نهارة الجمعة تبدأ الانتخابات في الخارج بعد نهارين معناها بشوف أنت الرزنامة ديمة في الاستثناء خطرها الاستثناء هذا والرزنامة الضيقة هذه راهي مسائل تشريعية ودستورية معناش فيها عد اجتهادات لكن هذا ما يمنعش وأنه احنا تومون كبين على دراسة السيناريو بطبيعة الحال كل السيناريوات يجب أن نتحضروا لها وهذه هي الجاهزية هي يجب أن تكون حاضرة لكل السيناريوات ومعناش خيار ومعناش بديل الأسألة عديدة هات نبدأ بسؤال يخص الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سؤال على بال عدد كبير متوانسة سيناريو المتراشحنا بالقروي في الدور الثاني ماذا لو فاز المتراشحنا بالقروي؟ ما هي إجابة ليزليس؟ سيناريو المتراشحنا هذا هو الموقف نتعال هيئة هو راه موقف لا يتجزأ وعبرنا عليه منذ البداية أولا نطلق من مبدأ وكونه في القانون التونسي حاليا الحكم الجزائي حتى وإنقضاء بإدانة شخص بالسجن حتى وإنقضاء بإدانته هل يجب أن يكون مرفوق بقرار؟ بخلا لا يعتبر مانع من موانع الترشح وإلى الفوز بالانتخابات هذا من حيث المبدأ اثنين نبيل القروي بالنسبة لإحنا عند الهيئة إلا إذا كان مرفوق بقرار قضاء يمنع من حقوق المدنية وللعقوبة أكثر من عشر سنوات ويعتبر محجر عليه قانون هذه الحالة هذه مثماش هو نبيل القروي لا يزاله في طور البحث معناها مثماش حتى حكم جزائي أصلا إذن نبيل القروي عند الهيئة يعتبر مترشح مثل بقية المترشعين له كل الحقوق الواجبات والدليل أن أحنا أعلننا قبول ترشحه وأعلننا فوزه أولين وإذا نجح في الطور الثاني سنعنل فوزه بالرئاس وسنرسل قرار فوزه إلى مجلس نوبش وتنتهي مهمتكم مجال تدخل الهيئة باعتبار مبدأ الفصل بين السلطات باعتبار احترام للسلطة القضائية وباعتبار دولة القانون للمؤسسات وباعتبار مؤسد السورية مستقلة كما القضاء مؤسد السورية مستقل نحن ولنا نتدخل في مجال القضاء باش تولي الأمور في علاقة ما بين المجلس التشريع والسلطة القضائية باعتبار المجلس التشريعي مطالب باستدعاء نبي القروي لأداء اليمين عندما نرسل له محضر مش من باب التنصل من المسؤولية احنا عنا ولاية عامة هذي كولايتكم ولايتكم على المترشقين مش مش ندخلوا في جرائم الحق لها اليوم حكينا شوي على التدخل ما بين المصارات هذا شي ما اخترناهاش لكن أعطيني الانتخابات التشريعية سيكنا بش تمشي في العافز شوي في علاقة بالحضر الاعلامي في علاقة به ما هي تحذيراتكم للانتخابات التشريعية وتنجمش تعطيني فضلك منعرفش كان تستحضر والي قدامك سيلمنصري الآن الجدادة تقريباً الكبرى للانتخابات التشريعية في علاقة بعدد القيمات في علاقة شنون تنجم تقول لنا على التشريعية اليوم هو حقيقة وهذه واقعة تقريباً عيشوا فيها الناس الكل الي كونوا انه في تونس السلطة الأصلية هي السلطة التشريعية اللحظ وكون الانتخابات الرئاسية اتغاط على الانتخابات التشريعية وكل الاهتمام مركز على الانتخابات الرئاسية هذه اسيناريويت هالمره هذه لاحظناها وذكى علش معناها كل الخوف واني من ح Applicationzer عن إتخبات تشريعية إنتخبات تشريعية حاليا نحن في قلب الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بتبيعة الحال ما زال متوصل الأمور متاع الحملة إلى غاية يوم 4 أكتوبر يوم 5 أكتوبر بشي يكون الصمت الانتخابي بتبيعة الحال قبل موعد 6 أكتوبر اللي هو الموعد متاع الاقتراع و 4 و 5 و 6 هو موعد الاقتراع بالنسبة الخارج علينا أن نتترك الأمر في أقرب الأوقات في أقرب الأوقات نفس الأعوان التي خصناهم للرقابة بالنسبة للحملة للانتخابات الرئاسية هم الآن بيسدد رقابة الحملة بالنسبة للانتخابات التشريعية إلى حد الآن نطلقه في كل المحاضر الخاصة بالمخالفات الانتخابية المخلة لقواعد الحملة كما سطرتها الهيئة بطبيعة الحال نفس تقريبا الأعضاء مكاتب الاقتراع لهم تقريبا في حدود 60 ألف اللي هما لزمهم تكوين جديد بالنسبة للانتخابات التشريعية على خاطر مش كما محاضر الفرز للانتخابات الرئاسية كما محاضر الفرز والتطابقات بالنسبة للانتخابات التشريعية هذه حاجة مؤكدة التكوين جديد باش نكونوا أولا أعضاء الهيئة الفرعي والمكونين المركزيين ومباشر من بعد المكونين المركزيين يكونوا المكونين الجهويين اللي بدورهم باش يكونوا أعضاء مكاتب الاقتراع على عاملية الفرز الجديد فما بالك لو كانت بالتزامن معناها بجيء نعود ونكونوهم على كيفية تعمير وتجميع النتائج بالتزامن مع العلماني أحد أكبر بقايا ومع العلماني كل صوت عنده قيمة كل صوت عنده قيمة إذن المسارى بتاعتنا التشريعية متواصل العنصر البشري جاهز تقريباً وهذه يمكن أقل شوية حدا مش باش نعود وربما انتدابات جديدة على مستوى التشريعي كذلك كل شيء جاهز للقارات الترتيبية الدليل بتاع الحملة الدليل الاقتراع والفرز لكل محاضرين في الجانب التشريعي الجانب البشري كذلك حاضر لوجستين كذلك كل شيء حاضر ثم أعمال متع تفريغ الصناديق اللي هي قاموا في الانتخابات الرئاسية وهذا زاد يطلب شوية جهد وشوية وقت في إعادة التوزيع وإعادة التوزيب في حال أنه الانتخابات تزوز فرد وقت رئاسية دور ثاني تشريع عنا ما يكفي من الصناديق؟ اللي نعلم أنه خذت احتياطها الهيئة في خصوص هذا المعتى باش تكون متوفرة الصناديق بما في الكيفية بما أنه في كل خلوة في القاروة اخذينا السيناريو هذا على اعتبار التزامن هذا موجود الحلول موجود اللوجستية بما أنه في كل مكتب اقتراب باش يكونوا موجودين زوز صناديق واحد للرئاسية واحد للتشريعية ويلزم وقت يجي حط الناخب ما يغلط زادا يحط ورقة متاع الرئاسي خاطر باش يكونوا في رقم معناها خاصة بالنتخبات الرئاسية خاطر نعتبر أنه إذا كان الورقة اللي باش تتحض في صندوق تشريعية وهي خاصة بالرئاسية تكثر للورقة الملغات هي دجا انتخابات الرئاسية وحيدة ولحظنا مئة ألف ورقة مبينة ملغات وبيضاء في الانتخابات الرئاسية معناها عمال لوجستية كل الأمور هي لوجستية في هذا الوقت بالذات كل الأمور هي أمور لوجستية لكن نحب نأكد لك وكانوا باللقاء الرئيس هذا الصباح أكد لي وأنه الهيئة خذت احتياطاتها في خصوص السناديق في صورة التزامن بين الانتخابات بالتنسيق مع الإدارة المركزية بطبيعة الحال إلى حد الآن هل تم الحديث بينكم وبين لايكا وبين على القرار المشترك هل فما قرار المشترك آخر يخص التشريعية ما بين لزي وما بين لايكا وإلا نفس القرار هو نفس القرار نفس القرار على كل المسارى بتاع الانتخابات مثلا المترشح نرجع للرئيسية المترشح قاية سعيد كان تعهد خلال المناظرات أنه يرجع إلى مناظرة الفزية خلال الدور الثاني إفيداما وهذا تعاهد ما نعرف عليه حتى شيء من عند المترشح نبي القرار بما أنه لم يتمكن منه التعبير عن نياته لا في برفع الأيدي ولا اليوم هل فما تفكير في فكرة المناظرة للدور الثاني تريحت في الدور الثاني الرئيسي ولا لا تطرح إلى حد الآن لا هو هناك تفكير بتبيعة الحال والهيئة ما عندها حتى مانع في أني تجرى المناظرة في الحدود اللي تقدر عليها الهيئة نحن ما عندناش حتى إشكال ولحظنا وهذه حقيقة وأن المناظرة كفكرة جديدة أنا أعتبرها يمكن هذا موقف حتى شخصي قد نجحت من حيث الشكل والمضمون أنا متأكد فيها هذه ولحظتها فكرة جديدة يمكن ساهمت حتى في التعريف بالمترشحين وأنا متأكد هناك العديد من الناخبين قد غيروا ربما مواقفهم من خلال ما وجد في المناظرات هي أحنا فكرة هذية ثمنها ومستعدين لأنه تتعاود في الدورة الثانية هي تعاود ما بين 26 مترشح فما بالك بين زوز مترشحين بطبيعة الحال إذا سمحت السلطة القضائية للمترشح نبيل القروي إذا سمحت له بذلك فنحن لا نمانع بطبيعة الحال محمد تيلمنصري الآن كذلك في علاقة بالأعلان على النتائج النهائية للدور الأول من الرئاسية وقتاش هذا الكل حسب الطعون حسب الطعون حسب الطعون إذا لم ترد الطعون سيكون الأعلان يوم عشرين يوم عشرين في صورة لم تكن هناك طعون طبيعة الحال ونطلقوا في احتساب الأجال بالنسبة للموعد الدورة الثانية الآن عن فكرة العزوف كيف ينتنظر ليزي البعض أعتبر أنه نبيل بافون وقت يتكلم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع كان عنده نوع من الحيرة حول عدم توجه للصندوق كيف تنظر اليوم لرقم المشاركة في الانتخابات يكونوا واضحين الظرف الاستثنائي والإقراه الدستوري بتاع ثلاثة أشهر والجوانب الإدارية والمالية التي تجبر الهيئة بضرورة اتباع قانون الصفقات العمومية حقيقة هذا كان حاجز كبير على الهيئة وأن تعمل الحملة التحسيسية صفقة الحملة التحسيسية في هذا الطور هذه ليست مرة أولا سياسة محمد لعنا ثلاثة شهور لانتخابات لا قصة ليست مرة أولا صار المشكلة هذا زادة كذلك ذلك في 2014 وتقريبا اللزمة ما صارتش ولقينا رويحنا ما غير حملة حملة التحسيسية هذا شوالي صار في الانتخابات الرئيسية ورغم ذلك الـ 49% كانت مقبولة بالنظر إلى كل هذه الأسباب لكن حاليا الإدارة التنفيذية جاهزة المخطط الجديد منتع الحملة التحسيسية الاقتراع بالنسبة للتشريعية وبالنسبة حتى للرئاسية في الدورة الثانية جاهزة وحاضرة باش كون هناك حملة تحسيسية وفق الإجراءات اللازمة لأن الانتخابات التشريعية كانت من قبل معلومة المعلومة متاع الموعد متاحها هذلك علاش تحضرنا لها من قبل إلا فقط الانتخابات الرئاسية تغسرنا بالوقت هذلك علاش ما صارتش الآن نأمل وأنه باش يكون النسبة بتاع الأقبال على ضوء الحملة التحسيسية الجديدة اللي باش تكون إن شاء الله هتكون أكثر من اللي شاهدناه في الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى شكرا لك سيا محمد كليل من نصري إذن سننطلق الآن في تغطية الانتخابات التشريعية بما نقدر من مجهود بما أن إزاء آلاف كل مناطق الجمهورية على الأقل ناخذ منها جزء من البرامج ومن القايمات اللي لازم نعرف لبعض بعض الدوائر الانتخابات في أكثر من 60 قايمة صحيح فمشكون عن 73 قايمة فمشكون عن درسل بوزيد جبان فمشكون عن 73 قايمة ولذا كيفاش في النجم نكونوا أحنا مرئات لهذا الاختلاف الاختلاف هذا فمشكون يعتبر مشكلة كبيرة في تونس فمشكون يعتبر ثراء كبير جدا للحراك السياسي في تونس هتنشوفو الآن جدا كذلك بعض يخرج التقارير النهائي حول الرئاسية وقت ايش التقارير تخرج هي التقارير يجبها تكون في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان النهائي على النتائج في كل مرحلة انتخابية نازلنا إذن أمام هذا المسار الطويل للانتخابات شكرا لكم بطبيعة الحال تنقعدوا في اتصال مباشر بليزي في كل مرة شكرا أنت محمد على قبول الدعوة